نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إقرار تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجماعات الخاصة أمام طلاب المرحات الثالثة وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرار بهذا الشأن كما لم يتم حتى الآن فتح باب التقدم للقبول بتنسيق تلك المرحلة وأشار المركز إلى أنه من المستهدف الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجماعات الخاصة بالعام الجماعي الحالي عقبا عقاد اجتماع المجلس الأعلى للجماعات الخاصة وذلك قبل بداية الفصل الدراسي الثاني مع إيطاحتها بشكل رسمي على موقع تنصيق الإلكترونية